نروح للمنتخب الوطني الأول واللي بنتمنى له أكيد التوفيق خلال الفترة اللي جاية وده بعد ما طلب حسام البدري المدير الفني من اتحاد الكورة انطلاق معسكر الفرعنة يوم 7 نوفمبر اللي جاي بدلا من يوم 9 من نفس الشهر استعدادا لمباراتي المنتخب أمام توجو في الجولتين الثالثة ورابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة الأمم أفريقيا 2022 في الكاميرون اتحاد الكورة مبدئيا وافق على هذا الأمر لحين حسم موقف الأهل والزمالك من المباراة النهائية لبطول الدوري أبطال إفرقيا المحدد لها ان شاء الله يوم 6 نوفمبر اللي جاي طبعا خلال الساعات اللي فاتت كانت اللجنة الخماسية عملت اجتماع مع كابتن حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب عشان ينقشوا كل الترتيبات الخاصة بالمبارايتين دول أمام المنتخب المنتخب أمام توجو وعرض البدري طلباته قبل المعسكر اللي جاي وتلقى الوعود من اللجنة الخماسية نهاية توفر له كل الدعم عشان يحقق الفوز في المبارايتين المهمين دول أكيد وتصدر المجموعة بالتصفيات الأفريقية كل التوفيق لمنتخبنا الوطني يعني كل التوفيق لكابتن حسام البدري ومنتخبنا القومي زي ما قلنا الممبراتين مهمين جدا وان شاء الله الاستعداد يكون استعداد جايد الكابتن حسام طلب بس يومين قبل المعسكر الرسمي كان مفروض يوم 9 عايز يوم 7 أكيد طبعا ان شاء الله كلنا وراء المنتخب وكررنا داعمين لمنتخب مصر